نهاردة الصحف الإيطالي الشهير جداً فابريزيو رومانو قال على تويتر في تويتا ولما ده يكتب تويتا بحاجة دي 100% صح مش اللي هو ايه صحفي بيكتهد لأ اللي بيكتبه صح ده من أكبر الصحفي مش أكبر هو أكبر صحفي في العالم أكبر صحفي رياضي في العالم هو اللي يقول لك إم بي عنده مشكلة مع بريس هو اللي يقول لك كريسانو نالو رايح النصر هو اللي يقول لك كوليبالي رايح الدوري السعودي هو اللي يقول لك هالند رايح مانشستر سيتي تاخد المصر المعلومة الرياضية في العالم منه هو رجل كتب النهاردة وقال إن فيه اهتمام أوروبي بالتعاقد مع أبراهيم عادل نجم البرامدز ومنتخبنا الأولمبي بعد التقلق اللافت ليه مع منتخب مصر في كاسو أمام أفريقيا تحت 23 سنة كتب نصاً على تويتر عند اللغت البلجيكي وأيضاً فريق نوتشلند الدنماركي من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع إبراهيم عادل طيب كده إبراهيم عادل عنده عروض أو على الأقل فيه اهتمام أوروبي به وأنا كنت واصق ثقة كبيرة جداً إن إبراهيم عادل أكيد هيجيه له عروض أوروبية بعد اللي أقدمه في البطولة الأفريقية أفضل لعب في هذه البطولة أفضل لعب في هذه البطولة هو إبراهيم عادل إبراهيم عادل اللعب البلعب في برامدز في الدولة المصر وعلى فاهم كانتش بلعب أساسي كتير لفترات الماضية كان المغرب بقى عندها الزلزول اللعيب برشلونة اللي بيقى معار لأساسونة اللي خد رابع العالم مع المنتخب المغريبي وعندهم كتيبة من كل اللعب المنتخب المغريبي محترفين برغم كده إبراهيم عادل هو اللي خد جايزة أفضل لعب في البطولة طيب أنا بقولك كلمتين دول ليه بقولك الخبر بس لأ رجاءاً من إدارة نادي برامدز تسهيل عملية احتراف إبراهيم عادل رجاءاً من إدارة نادي الزمالك تسهيل احتراف لعبيهم الشباب رجاءاً من إدارة النادي الأهلي تسهيل احتراف لعبيهم الشباب وهكذا هتقول لي ليها كريم مرحباً يا عام انت كان بتفضل أندي من اللعيبة بتاعتها لو سمحتوا يا جماعة حتى لو هيجي لكم فلوس قليلة فلوس قليلة في اللعيبة دي مش الفلوس اللي انت متخيلها انت بتبقى عايز تلاتة واربعة مليون دولار يا سيدي بيعوا مليون ونص بيعوا باثنين مليون هتقول لي آه انت هتسدد المستحقات اللي عندي هقول لك لأ بس بص عليها لقدام انا بتكلم على كلها المصرية بشكل عام يعني ايه لما هتبص لقدام واتطلع العيبة كتير من الدور المصري لأوروبا هيحصل ايه هيحصل سمعة لللاعب المصري اللي بييجي من الدور المصري فهتلاقي الناس في أوروبا بقت جاية تبص على الدور المصري فانت بيع تلعب النهاردة بمليون ونص بكرة هتبقى واحد تاني بتلاتة مليون بعده هتبقى بعشرة بعده هتبقى بعشرين وهكذا انت بس بتبص تحت رجليك انت فاكري ان الدور المصري ده الدور الألماني فانا لو عايز تلعيب في الدور الإنجليزي هروح اعدي على الدور الألماني الأول اخد منه او بلش الألماني بلجيكي والهولندي مثلا لأ محدش بيبص عليك فانت بقى اجزب عين الناس ليك تعالى لا انا دوري فيه لعيبة وفيه مواهب فلازم اللعيبة تطلع برا اتمنى ان شاء الله بيرامدز يساهل مهمة ابراهيم عادل في الاحتراف الخارج يعني ما يجيش لبيرامدز مثلا عرض هنا بتلاتة اربعة مليون دولار مثلا يعني في مصر فيقولك لأبيعه هنا ما بيعوش برا بمليون ونصر واثنين مليون واللعب نفسه عليه دور طبعا في القصة دي اتمنى يعني ابراهيم عادل حاجة اللعب وعد جدا يعني جدا